نفذت ميليشيات الحوث الإرهابية دايات جديدة على أراضي قبائل ذو محمد بمحافظة الجوفدة للتجدد لاجتباكات المسلحة مع أبنائها وقالت مصادر محليا الميليشيات قامت باستحداثات جديدة في منطقة البوريكا تابعة لقبائل ذو محمد في وادي مداب بمديرية برط المراشي وأوضحت المصادر أن قبائل ذو محمد تصدت لتلك الاستحداثات واندلعت على إثرها اشتباكات بين الجانبين وكانت معارك عنيفة قد اندلعت الشهر الماضي بين ميليشيات الحوثي وقبائل ذو محمد إثر مساعي الحوثية لسيطرة بالقوة على وادي مداب أحد أكبر الأودية الزراعية في بلادنا والواقع بين محافظتي الجوف وعمران فيما قد دفعت الميليشيات عشرات الأسر من قبائل ذو محمد في وادي مداب إلى النزوح القسري من منازلهم بعد تعرضهم للقصف الحوثي المكثف